بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول steps menu بالشرح فبنجد ان احنا اول حاجة فيها اللي هي stock طبعا احنا عرفنا من stock بنقدر نحدد dimensions المختلفة اللي احنا فهى width و length و thickness وبنقدر نحدد كمان شكل stock بتاعنا اذا كان هي browns ولا ايه insides and so on وبنقدر نحدد نوع المaterial من خلال المينو بتاعت stock وتناولناها سابق نيجي للمينو التانية اللي هي geometry اللي بعمل بها عملية construction للاشكال المختلفة داخل raw material او داخل stock فبيبقى عندي بدقة من points وفي line وفي line بقدر اعمل اذا كنت اعمل separate line اعمل line from two points ولا محتاج ان اعمل connected line مع بعض وفي الhorizontal وفي الvertical line and so on السيركل بالطرق المختلفة بين السيركل في عندي الفلت انا زي ما قلت الفلت هي فلت وفيها chumfer فبيقول لي فلت corner فلت وهنلاقي برضو فيها ايه لتشامفر اللي انا اقدر اعمل بيها angle معين في الارك برضو بيتعمل بطرق المختلفة ان انا عندي arc from three points ولا arc from radius two points and so on واقدر اعمل a dimensions برضو في المنو بتاعت dimension فيها horizontal distance وفي vertical distance وفي line distance and so on بنقدر كده نعمل a dimensions نجد هنا هون هاقد ان في عندي box وما اقولكم منه create more than one الحين دا مهمي جدا اني انا لو عايز ارسم رسمة زي اللي قدامي دا فانا عامل ايه شباب نجد كنت عايز ارسم line من this point to this point وهعيد line دا لاني انا عندي اكتر من line هرسمه فقول له create more than one بحيث ان انا يبقى عندي command بتاع line موجود معايا ما اضطرش ايه اشتغل اجيبه اكتر من مر يبقى دي ايه المينيو بتاعة geometry بنيجي للمينيو بتاعة curve دي او curves دي مهمة جدا النهاية دي اللي بتعرف للبرنامج انا عايز اوضع حاجة ان احنا في البرنامج هنا في حاجة اسمها from dimension لما نيجي على features هنلاقي في حاجة اسمها from dimension و from curve from curve يعني ايه اني انا i have created a curve انا عملت شكل معين وعايز بيعرفه البرنامج على انه curve فهنعرف الكيرف دي لاما يكون closed لاما يكون open لاما انا اقدر احدده بالcurve wizard او اني بقى عندي ايه اللي هي ايه الامور اللي خاصة بالsurface فلو جيت اقول ايه ان انا قدامي شكل زي اللي موجود قدامي ده شايف الشكل اللي موجود لهو باللون الاسود ده ده closed curve فهاجي هنا يبقى في هذه الحالة هاختار closed curve وهو يقول لي ايه اختار curve فانا هقول له اه شوف مجرد مضغط على اي ضلع من دون شباب هتجد انه هو ايه automatic شوفت بقى تحول كله الى اللون الازرق 8 زين ده closed curve ممكن اسمي الكارف ده طبعا من الممكن اني انا اسميه بيه الاسم وهو طبعا بيجي بيجي بيطفول يقول لي ايه ده curve 1 لا طبعا انا مش عايز curve 1 لا هغير ايه الاسم طبعا احنا طبعا عشان انا شغال قبل كده في الجزء ده وعمله فانحنا مش هنغير في اسم ولا هنجي عنده خلاص يبقى ايذن انا بقدر اعمل الكارفز ده بطريعه طب تعال هنا عشان اوديك حقا تاني طب اما الايه الابن الابن ده بتبقى موجودة معانا لو مثلا زي انا بعمل عملية turning طب انا مش شغال على closed curve اعملها ازاي خلاص من الممكن انت تعمل chain pieces of geometry into an open boundary using a mouse click مجرد ما اضغط mouse click على الpart الاول والتاني والتاني بيبقوا كلهم يتعمل لهم سلسلة مع بعض ويتصلوا مع بعض يبقى انا كده هوا ده هيكون الكارف معي طب تعال اوما لانا لو عايز اعمل حاجة بالانجريفن زي التكست الموجود قدامي ده اعمل ايه اللي في هذه الحالة هتروح ل create curves using the curve wizard هذا انا هقول لك تكست انا بيحتفظ بيقل مثلا كده فانا روحت على other message وهاجي اقول text فهيجبني التكست وهقول التالي وهوصل للتكست هنكتبه ازاي ان شاء الله طبعا هشرحه تفصيلا انا مجرد هنا بس بعرض لك في بعد كده automatic feature recognition دي بتتعلق ب لما اعمل import drawings معينة من AutoCAD او من البرامج بتاعتنا المختلفة يبقى اقدر اعمل features المختلفة التعريف بتاعها ان انا زي ما انا قلت لو انا عندي rectangle و rectangle ده هو اعايز اعمله او عندي hole وعايز اعمل ده في المكان المحدد فبقدر بالautomatic feature recognition اعرفه على features واعمل extrude او اعمل revolve زي ما انا عايز بيبقى بتاع feature تعال ل features features هي من اهم tools اللي موجودة معنا فلي لان انا بقدر زي ما قلت لك من features احدد حكتين لاما اعمل الحاجة from dimensions او اعمل ها from curve اقرأ اول حاجة اقول what kind of feature would you like to make اول حاجة from dimensions يعني from dimensions هن هن موجودين معا حاجة زي hall rectangle pocket slots تعال نشوف كل الشكل من اهو كده لو عايز اي بقى اه يعني كده انت هتقدر تديني dimensions بتاعت الهول مباشرة وتقول انت تقدر تعمل creation الهول مباشرة وموجود عندي menu بتاعت نعم فلو شفناها كده ادي hall مثلا اهو ادي hall انا انا it's not curve ده انا جايبه from dimension لو جيت مثلا اشوف هنا البوس اللي برا ده لا ده انا جايبه من ده انا عامل هنا ده انا رسم ه ايبا from curve طب rectangle bucket اه يبقى اذا rectangle bucket يقول ايه هو لازم يكون rectangle لا يا اخي لا ابدا انا اقدر نشكل الاشكال زي ما احنا عايزين مس هي كلها بتغضع لا الاسم اللي ايه مثلا اغير فيه الشكل بتاع rectangle bucket يعني ما يبقاش بشكل معين اقدر اخليه هل يعني اقدر اخليه مربع اخليه مستطيل اقدر لازم مش معنى ان هو rectangular يبقى هو شكل rectangle لا يعني بنقدر نغير فيه الابعاد بتاعته زي ما احنا عايزين فيه slot لو عايز اعمل slot بقدر اعمل step board هنقدر نعمل step board طبعا كل العملية دي بالكامل انا هعملها لك تفصيلا step by step وانا اعرفها وفيه thread mail وفيه عندنا face ده اللي بنقدر بنقدر نعمل به عملية facing او بنقدر يعني نشكل به هنشوف ان شاء الله ايه الاشكال اللي نقدر نعمل فانا وجيت مثلا عشان نشوف عملية كاملة هنعملها ازاي في from dimension انا بقول it's ready موجود معايا يبقى hole هضغط على hole ويجي فهو تلاقي اول حاجة هل هو plain hole only what type of hole would you like to make في plain hole وفي عندنا counter ball وفي counter sink وفي counter hole وفي cd tipped hole فاذا كده يبقى اشكال hole المختلف بيديني من على رسمي يحددلي لتشامفر فالتشامفر عايز مقدار وقد ايه اول لو انتش هتسم تشامفر بتخليه جايب يدفول بزيرو في عندي depth اللي انا هعمل به الهول وفي عندي الديامتر فبقدر احدد ايه الاشكال المختلف برضو هنا هتلاقي بقى ايه شوف بوس كده هنا زاد علي حاجة في finish وفي finish edit properties وفي finish and create more يعني انا هنا كان في الرسمة دي عندي hole اتنين three four عندي four holes فانا جيت هنا كنت بقول finish and create more لان الهول لها نفس الديمينشن فجاي كل مرة اقدر احدد بس احدد اعمل فين مكان الهول زي ما انا شايف كده هاجي هنا يقول حدد لي مكان الهول يبقى اذا هشوف الهول اول ما ضغطت قبل هنا ادي الهول هو يجيب عند part zero وانا بقدر احدد اختار من الار ده مباشرة اختار اقول ادي الهول الاول كان هنا الهول التاني كان هنا او اجي مباشرة اني انا بدل معمل كده لا اقول لا شكرا انا احدد الهول وي بكام زي ما انت شايف مثلا لو جيت هنا اقدر احدد ان انا عندي قيمة الهول هنا هي من الهول ونحدد ايه فين الهول اللي موجود عند اه انا بكده عرفنا اللي هي ايه المينيو ايه الفيتشورز وعرفنا ان فيها زي ما فيها كده خدنا الابعاد مباشرة انما فيها ايه انت اللي بتكون راسم الجزء زي ما انا قلت لك ان في عندك الجزء ده لو تعال ايه بس نقف نعمله شيدنج عشان اوري لك ايه هذا الجزء اللي هو ايه البوس ادي ده بوس ايه شوف البوس فهات هنا بقى ايه 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 الفيتشور او ده شكل البوس ده العزو الضحية يعني مش معنى بوس يبقى ايه لازم تكون استوانة دائري امو طلقا ايه البوس اللي هو ايه موجود اللي انا عمله هنا في هذا الشكل عندي طبعا في ايه 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 وفي راند وفي تشامفر وفي جروف وفي بوكت كل تقريبا في هذا الاكسرسايز انا نفذ لك معظم العمليات المختلفة اللي موجودة في هذا التمريل وده ان شاء الله هنرسمه بالكامل وهنشرع جزء جزء عملنا ايزا خد بالك بقى من نقطة حلوة اوي هنا ان هو يقول ايه اني انا ممكن اعمل باترن يقول ايه make pattern from the feature يعني ايه make a pattern from the feature يعني انا عملت feature معينة واخد بالك for example هون تعال هنا هون عملت whole طيب انا الwhole انا عندي دلوقتي هيبقى عايز اعمل زي matrix الماتريكس دي موجود فيها three rows وthree column ايه يبقى كل اللي انا عايز اعرف ان انا اعمل whole واحد واخد بالك واغدر اعمل make a pattern ويحدد لي ما هي spacing اللي هي ما بين الروز وما هي المسافة او spacing اللي ما بين columns and so on كده ان يكون وخلصنا المينيو بتاعة features تعال بقى لئي tool path ما هو tool path انت خلصت بالفعل كل عمليات التشغيل اللي انت عايز تعملها في part اللي قدامك فبتيجي بتقول لا خلاص انا عايز ابدأ اعمل هنعمل center all عايز ابدأ وهاقفل كمان shading اهو عايز اعمل بقى tool path المصار بتاعة التول كل عملية من العمليات دي عشان اشوف الناتج النهائي او final product وبعد ما بعمل tool path بيبقى عندي nc code فتعالا نعمل tool path اهو tool path بقدر اعمل عملية tool path اننا مجرد ما ضغط على tool path يقول لي ابدأ اعمل عملية simulation لهذا part ودي اللي هنعرض لها ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة